السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم صلاة حامد وإحدى الأمور الخرافية في وظيفتي وجزء من ليش أنا صرت صانع محتوى أصلا وإنه أحيانا في شركات بتبعت لك منتجات هاي المنتجات مش بس مش بتوفرة في السوق بل لسه ما وصلوا لمرحلة أنها تصبح منتج هذا الشيء اللي في إيدي هو عبارة عن بروتوتيب من شركة نوبيا اللي تابعة لزي تي إي اللي هو أول لوحي في العالم اللي بيحمل شاشة ثري دي بدون نظرات لما تطلع هاي شاشة بعينك مش من الكاميرا من اليوتيوب راح تشوف الفيديو أو الصور أو المحتوى طبقات فوق بعض المحتوى طاير بر الشاشة اللي هو أمر خرافي إنك تشوفه بعينك ما راح أقدر نقلك إياه على يوتيوب لأنه هذا الشيء بحاجة لشيء يسمى كاميرا علها رأسين وحسسين منفصلات وبنجمعه بطريقة يعني حتى يوتيوب ما بدعمها لهالدرجة خير اليوتيوب اللي بدعم HDR و 8K ما بدعم الستيريوسكوبك فيديو لكن اللي راح أمل لك إياه في هذا الفيديو هو أن ينقلك تجربة هذا اللوحي وإيش الأشياء اللي بيقدمها اللي ممكن أنها تكون قادمة في مستقبل قريب خلينا بلش نقطة لازم أذكرها من بداية هذا الفيديو هي أن التكنولوجيا المستعملة في هذا اللوحي هي مطورة من قبل شركة ثانية مش DTE شركة اسمها اللي نفسها اشتغلوا معاها رد لما عملوا شهاز رد هيليوم اللي بطلع قبل ثلاثة واربع سنوات مش شي جديد بالمرة ولكن الفكرة لا تزال هي اللهم على حجم أضخم بكثير فهذا الشي بيملك شاشة تتكون من طبقات طبقة الـ LCD العادية طبقة LED الـ Backlight وطبقة ما بينهم تسمى بالـ DLB مش DLP تاعت البروجيكتر DLP بالباء هذا الشي بيسمح لهذا اللوحي أنه يصدر صورتين مع بعض في نفس الوقت لكل إطار ما بين كل صورة وصورة في فرق بسيط بالمسافة حسب الفرق اللي بين عيونك اللي كل عين لما تطلع على الصورتين مع بعض بتجمع الصورة لحالها لتصير 3D جوا دماغ هذا الإشي بيصير عن طريق الكاميرتين اللي موجودين على واجهة اللوحي بحداته فهذول الكاميرتين متطابقين من ناحية الحساس والدقة ورزيليوشن وكل الصفات اللي بيظلوا يتابعوا وجهك وين وعيونك عيش بتطلع وبناءً على هذا الكلام الزاوية تاعت الجهاز والجسم اللي أنت بتطلع عليه بتختلف ومنظور المحتوى بالكامل يتغير اللي أنت بتطلع عليه الآن مش بس جايروسكوب قابل يتحرك أنا عارف أنك أنت شايف الصورة 2D ولكن كمان مرة ما راح أقدر نقلك إياها تجربة فعلية 3D لكن هذا الأمر بمجرد ما نقطط الكاميرات رح يرجع مباشرة لحاله لـ 2D لأنه هذا اللوحي بإمكانه أنه يشتغل كلوحي أندرويد طبيعي وبإمكانه أنه يتحول لـ 3D الآن أنا متأكد أنك رح تيجي وتقول لي يا صراح شاكل وصفك حلو للموضوع وشاكلها تجربة حلوة أني أشوفها على الأرض الواقع بس شو الفائدة من وجود هيك إشي إذا ما في محتوى بيدعم هذا الكلام ورح أقول لك أنه الجماعة هون فكروا بالموضوع بحيث أنه هذا اللوحي يأتي مع مجموعة من التطبيقات اللي هي عبارة عن كلها أشياء بنيت وصنعت خصيصاً لهذا اللوحي لتقدر مش بس أنها تخليك تستعمل محتوى مصنوع لـ 3D بل أنك تحول المحتوى الطبيعي إلى محتوى 3D وحتى تنتج محتواك الخاص بحيث أنه أولاً في عندك عدة تطبيقات خاصة بس من تكنولوجيا لية لهذا اللوحي فمثلاً عندك تطبيق كاميرا بإمكانه أنه يلتقط صور تي دي طبيعية أو صور ثري دي من الأمام أو من الخلف لأنه مثل الكاميرتين اللي موجودين من الأمام في عندك كمان كاميرتين موجودين من على الظهر اللي برضو كلاهم بيصوروا وبيلتقطوا الصورة من منظور مختلف شوي وبيجمعوهم مع بعض في صورة واحدة ثري دي اللي بتقدر أنك تحولها ما بين تو دي أو ثري دي من خلال بكل بساطة أنه الجهاز بشيل واحدة من الكاميرات وبيترك لك واحدة ثانية لعطيك صورات التو دي هذا الأمر بإمكان الجهاز أنه يعملوا من خلال أنه لما يقيس الفرق ما بين الصورتين بيكون خريطة للعمق بناء على قديش الأجسامة بعيدة عن بعض بين كل واحدة من الكاميرات اللي هو أمر رياضي أكثر من أنه يكون يعني أمر من خلال حساسات وسنسرات وهي الأشياء هذا الشيء أخذوه وطبقوه بتكنولوجيا لـ AI وذكاء الاصطناعي ليعملوا لك تطبيق بسمح لك أنك تفتح فيديوهات يوتيوب عادية وتحولها لـ 3D نعم تقدر أنك تتفرج على فيديو يوتيوب موجود ومصور بكاميرا عادية محول إلى 3D اللي ما كان شغال مليار بالمية يعني مش كل فيديو شغلته أعطاني هاي التجربة وعلى بعض الفيديوهات الصورة أحيانا كانت تزبط مية بالمية وأحيانا ما كانت مليار على الآخر كان فيها شوية مشاكل لكن الفكرة بشكل عام في هاي المرحلة لا تزال شيء بتطور فما بتخيل لقدام كيف ممكن أنهم يحولوا كل شيء أنت بتشوفه إلى محتوى 3D اللي هو أمر ممكن يكون خرافي في عندك تطبيق مخصص للفيديو كولز اللي بإمكانك أنك تعمل من خلاله مكالمات فيديو 3D لو الشخص الثاني عنده نفس اللوحي بتقدروا تحكوا اثنين مع بعض وانتوا الجوز شايفين بعضه 3D أو بتقدر أنك الطرف الثاني بيكون شايف الـ 2D فيديو الطبيعي العادي عندك تطبيق بسمح لك أنك تتصفح مكتبة هائلة جداً من الأجسام اللي 3D على أساس أنك سواء أن تشوف منتجات أنك تتصفح تشوف مجوهرات أي شيء بخطر على بالك واللي أيضاً مربوط بـ Data Base تاعة Sketchfab اللي فيها كم هائل جداً من المجسمات 3D اللي أنا بالعادة بستخدمها للطباعة 3D اللي بطول منها مجسمات وبعيد طباعتها بشكل أو بآخر وبعدل عليها أنا لحالي فحرفياً بهذا الشيء بسمح لك أنك مش بس تتفرج على محتوى الناس الثانيين صانعينه بتقدر أنه أنت كمان تحط ملفات STL طبيعية وتشوفها بشكل ثلاثي الأبعاد قبل الطباعة أو إذا كل من هذا الكلام مش داخل رأسك في عندك عليه تطبيق اسمه ليافلكس اللي هو عبارة عن كوبي من نتفلكس لكن للأفلام اللي أصلاً مصنوعة 3D في مكتبة فيها حوالي 180 فيلم لكن للأسف هذه المكتبة مش شغالة في اللوكيشن اللي أنا فيه بالأردن لو كنت في أمريكا هاي المكتبة كان راح تكون فاتحة فمع VPN يمكن تفتحه لكن عموماً في عندك ميزات ثانية مثل قدرة نك تحول هذا اللوحي لإطار مجرد إطار صور ولكن بعرض صورة 3D الأمر اللي راح يخلي كل حدا بمر من جنبه يتفاجأ للحظة وما يستوعب إيش قاعد بصير لأنه دماغك بحاجة لعدة ثواني ليستوعب إيش اللي قاعد بصير وأنه الصورة اللي انت بتطلع عليها هي شيء 3D أو ستيريوسكوبك وأيضاً في عندك أشياء ثانية إضافية مثل إنه في عندك شبكات أو متجر للتطبيقات اللي بضيفوا عليه أشياء ومحتوى 3D أول بأول من ضمن هذا المحتوى كان في بعض الألعاب اللي اللعبة بالكامل مصممة تشتغل بطريقة سيريوسكوبك الأمر اللي بإمكان الشركات ومطورين الألعاب إنهم يعملوا نسخ من ألعابهم تكون بهذا الشكل بطريقة سهلة على فكرة مش شيء معقد لكن باقي الأشياء والتطبيقات من جوجل بلاي على سبيل المثال اللي هو على فكرة أنا ما صدقت أنه هذا اللوحي موجود عليه جوجل بلاي لأنه هذا مش منتج هذا بروتو تايب بعيد لسه عن مرحلة أنه يصير منتج فعلي فتعبوا حالهم الجماعة عشان يبعتوا لنا اللوحيات هاي لأيلي ومجموعة من صناع المحتوى علشان يحطوا هذا الجهاز بالسيريفيكيشن تاعة جوجل ليقدر يكون عليه جوجل سيريزيز طبيعية فخليني أطلع على الجهاز كلوحي من ناحية اللوحي بحد ذاته هذا الشيء عملاق نتكلم هنا عن شيء كبير نسبيا مقارن بأغلب اللوحيات العادية بالذات اللي بتيجي 10 إنش ويأتي هيك شيء معتبر الجسم بالكامل من المعدن الأسطح الجانبية مسطحة الظهر يعني هيك كله فلات والجهاز وزنه ثقيل نتكلم عن 780 قرام شيء يعني مزحة هذا الشيء أثقل من الجالكسي تاب ألترا اللي أنا بستخدمه لكتابة الملاحظات عليه واللي يعتبر أضخم تابلة موجودة على كوكب الأرض من ضمن اللوحيات الطبيعية بحكي مش مضمن حدا قلب تلفزيون لوحي عندك قارع بصمة موجود في زر التشغيل أربع سماعات كواد من الزوايا اللي بيمكانهم يعطوك صوت دولبي آتموس على ما يبدو لنستمتع بتجربة الأفلام لـ 3D للأسف ما كانت متاحة للي بالأردن بالإضافة لوجود USB Type-C ومنفذ مغناطيسي اللي على ما يبدو يستعمل أكسسوارات مثل كيبورد وفوليو كفر بينحط على الجهاز شاشة هذا الشيء تأتي بحجم 12.4 إنش اللي هي IPS LCD مثل ما ذكرت هي شاشة LCD لكن فيها الإطار والطبقة الزيادة اللي تكلمت عن قبل شوي هذه شاشة تأتي بتردد 120 هيرز وبأبعاد 16 إلى 10 هذا الكلام يأتي بدقة أعلى بحبتين من الكواد HD نتكلم هنا بالضبط عن 2560 في 1600 بيكسل بدل 1440 لأنها تأتي أطول من الشاشة العادية في عنا كاميرتين خلفيات 16 ميجا بيكسل كاميرتين أماميات 8 ميجا بيكسل اللي بيلتقطوا الصور والفيديو للستيريوسكوبيك اللي تكلمنا عنه بالإضافة لوجود معالج كوالكم سناب دراجون 888 تريبل ايت اللي شفناه على الأجهزة الرائدة على أجهزة الأندرويد قبل سنتين أو سنتين ونص اللي لا يزال شيء محترم جدا نتكلم هنا عن وجود 8 جيجا رام مع أندرويد 12 اللي بتطبع هاي نسخة التابلت فبنتكلم هنا عن أندرويد 12 أل اللي جاي أبتمايزد أكثر للحجم الكبير وبطارية 9000 مل أمب مع دعم لشحن 33 وار كل هذا الكلام مجموع مع تجربة 3D لعلى فكرة بمجرد ما أني ميلتها عليكم سراجعي 2D لأنه الكاميرا فقدوني أو مش شايفين عيون وبمجرد ما أني أرجع أنا على الوضع مباشرة الصورة تتحول فيه كليك بتصير وبتحول إلى وضعية 3D اللي بتعطي العمق بالصورة حتى وأنا قاعد ببدل ما بين الكاميرا وما بين الشاشة في منطقة معينة بتفقدني فيها وفبترجع 2D أمر يعني لطيف وجميل جدا ولكن للأسف صعب جدا أني أفرجيك إياه على فيديو على يوتيوب يعني هذا شيء لسه ما وصلت لهذهك الإمكانية اللي أني أعمل لك ستيريوش كاب كريغ بجوز في يوم من الأيام ولكن شو رأيكم بهاي التقنية وإيش رأيكم بمستقبل هيك أشياء بعرف إنه صعب إنك تحس بشو هالشيء مميزاته إذا حلو أو لا وإذا فعليا وشيء يستعمل أو قابل للاستخدام أو لا إلا لما تشوفه بنفسك هذا الشيء الوحيد اللي بقدر أقول لك إياه عشان تحكم عليه لكن اللي بقدر أقول لك إياه أنا إنه المستقبل حلو إن شاء الله تعالى نكون موجودين لنحكي لكم عنه فيديوهات قادمة سلامتكم هذا كان كل جديد فيديو كم معكم صلاة حامد إمان الله